السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابدع والتميز دائما قناة ابدع واستمتع مرحبا بكم في فيديو جديد النهاردة بنتكلم عن العلامة المائية اللي يجب ان اصحاب القنوات يحطوا علامة مائية على كل الفيديوهات للحفاظ على فيديوهاته من السرقة طبعا بتشوف فيديوهات كتيرة على سبيل المثال بنفتح مع بعض ونشوف هنلاقي ان اصحاب القنوات بيعملوا علامة مائية على قنواتهم علشان يخافز على المحتوى من السرقة على سبيل المثال هنشوف فين هوت العلامة المائية مثلا على القناة بتاعتي اهو هتلاحز ان هوت في علامة مائية موجودة هنا على الفيديو ولما بتقف عليها بتجي لك علامة سبسكرايب ويجي لك هنا اسم القناة حسب الطريقة اللي انت كاتب بها القناة سواء بالعربي او بالانجليزي ودي مهمة جدا كمان ممكن تخلي الناس تشترك معاك بسرعة كبيرة انهم بجرد ما بيدوس هنا بيدوس على كلمة سبسكرايب بيشترك معاك في القناة طيب ازاي انا بعمل العلامة المائية ديت اه طريقة سهلة جدا هنخش على القناة بتاعتك على اليوتيوب تمام وبعدين هتدوس على كلمة لو انت اه اليوتيوب بتاعك بالانجليز طب في حالة ان اليوتيوب بتاعك عامله باللغة العربية هتروح على لوحة التحكم بتاعتك اهو ودوس على اه العلامة بتاعت القناة ودوس على قناتك تمام ومن جوة كلمة قناتك هندوس على حاجة اسمها تمام او تخصيص القناة باللغة العربية هندوس هنا هوت على تخصيص القناة تمام هيفتح لنا هنا هوت قوائم هنلاقي القائمة التانية اسمها براندينج تمام هنا في البراندينج هنلاقي الصورة المصغرة للقناة البروفيل بيكتشر بتاعتك وهنلاقي البانر اللي هي الصورة الكبيرة اللي بتكون موجودة في الصفحة الرئيسية لقناتك وبنلاقي هنا هوت العلامة المائية اللي بتكون موجود على كل الفيديوهات اللي شغالة بتاعتك طيب ازاي دلوقتي اقدر اغير العلامة مائية ديت او اعمل علامة مائية من البداية تمام عشان نعمل العلامة مائية انا النهاردة هاديكم طريقة سهلة جدا جدا مش محتاجة اي برامج خالص تقدر تعملها في اقل من خمس دقايق اه هنفتح الباوربوينت تمام ونفتح صفحة جديدة الباوربوينت ونكتب من هول اللي انت عايزه اكتب مسلا اسم القناة بتاعتك على سبيل المثال اهو انا هكتب ابداع واستمتع تمام وممكن نجيب اي لوجو او اي شكل عندنا بطريقة سهلة جدا بتخش نهو تعمل insert picture ونختار online picture نجيب اي صورة بتعبر عن محتوى القناة او تحب تضيفها لللوجو بتاعك او الموتر مارك اللي انت عايز تعملها وليكن مسلا سليعن علامة لايك مثلا تمام اهو 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 اهي علامة لايك كتيرة جدا تمام وممكن نجيبها كمان b ng فنكتب جنبها b ng اه ده اهي علامة لايك وجاية لك بشكل ال b ng اهو مثلا نختار الشكل ده. ونعمل انسرت. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي الكلمة وعندي العلامة اللي انا عايز احطها. تمام? انا ازاي اعمل ده الوجو او اعمله سهلة جدا. اولا هنهوت نشوف الاول بتاع الصفحة اللي انا عايز عليها الصورة. تمام? عشان نشوف هنروح على ديزاين. تمام? ونروح نهوت للسلايد ونختار ستاندرد. تمام? ونختار اللي هو ده. تمام? او تختار وتختار تمام? ده الشكل اللي انا اقدر احط به الووتر مارك. طبعا انا لازم احط شوية حركات بقى كده الوان وكده بحيس ان المنظر يزهر جميل. فنجيب مسلا فونت يكون شكله حلو. تمام? نروح على الهوم ونختار فونت. تقدر تنزل اه الفونتات طبعا اه جميلة اللي هي في فيديو من قناة ابدأ واستمتع في كيفية تنزيل اه الخطوط الجميلة وتركيبها على كل البرامج. من دمن الخطوط اللي هنزلتها الخط ده هنجربه مع بعض اهو. اه. زي ما انتم شايفين الخط دوت يعني شكله جديد وممكن يكون مسير شوية. كمان تقدر تعمل حاجة جميلة ان انت تقدر تغير كمان الوان الكتابة. يعني مسلا نعمل الواو مسلا بالاحمر. ونخلي ابدع مسلا وليكن نخليها مسلا بالازرق. ونخلي كلمة استمتع وليكن مسلا بلون اصفر او لون تاني مختلف. تمام? ده الشكل تقريبا اللي انا عايزه يظهر لي في العلامة المائية. طيب. عشان احول الكلام ده كله الى علامة مائية ولازم تكون بصيغة البي ان جي. تمام? اولا هسايف الكلام دوت كصورة. مش هنسايفه هنسايفه كصورة عادية. يعني نروح على ونعمل نختار المكان. تمام? وليكن مسلا نسميه بي ان جي وان. تمام? وبعدين نختار نهوت الصورة. خليها جي بي جي. تمام? ونقول سيف. ونعمل جاست سيس وان. تمام? يعني انت دلوقتي بتسيف الصورة دي فقط. طيب نروح نشوف الصورة مع بعض. اهو. اهو. ادي الصورة اللي خرجت لنا دلوقتي من الباوربوينت. طيب الصورة ديت مش بي ان جي. عشان هشيل الخلفية سهل جدا. بتروح للموقع دوت. اهو. هسيب لكم الرابط اه في وصف الفيديو. تمام? اللي هو رموف بي جي. تمام? ادي رموف بي جي. وبنرفع الفيديو. عفوا. بنرفع الصورة. اهو. ونحن سمينها بي ان جي. بنرفع البي ان جي بتاعنا. الصورة بتاعتنا. اهو. بنعمل لها داولود. كده خلاص انا ازلت الخلفية بشكل تام من الكلام اللي انا كاتبه من الصورة. وبعمل داولود. كده الخطوة الاولانية اه بتاع التحضير العلامة المائية. تمام? انتهينا منها. بنرجع تاني لقناة اليوتيوب بتاعتي. تمام? ونروح على الووتر مارك. ادي الووتر مارك بتاعتنا. خلاص بعمل تشينج. الووتر مارك القديمة هيت. بنعمل تشينج. لو انت مش خاطط تقدر تختار اه ووتر مارك الجديدة. وهنا بتقدر تحدد تايم امتى الووتر مارك تكون ظهرة على الشاشة. يعني ممكن تختار الخيار الاول يعني في نهاية الفيديو فقط. او اه يعني لو دوسنا هنا تحدد بالزبط الوقت اللي هتظهر فيه العلامة المائية. او تعمل انتائر فيديو زي ما انا عامل كده مثلا طول ما الفيديو شغال العلامة المائية ظهرة. وده الافضل عشان تخافز على حقول الملكية للفيديوهات بتاعتك. ان انت تخلي العلامة المائية ظهرة طول الوقت. تمام? هنعمل تشينج. هنغير العلامة المائية القديمة بالعلامة المائية الجديدة. احنا دلوقتي نزلنا البي اني جي من موقع رموف بي جي. هنلاقيها في دولود. اه دي هي اللي اختارناها. ونعمل اوبن. او اد السايز بتاعها. تمام? على اد المسموع به في ديوتيوب. ونعمل. اهو. اطلع زي ان العلامة المائية ظهرت انا هو. تمام? هدوس هنا على او نشر لو انت مشغل بالغربية. تمام? اهو. جاري النشر. يعني تم تغيير او عمل نشر للتغييرات. تمام? نروح دلوقتي ونشوف القناة بتاعتنا. نفتح الفيديو ونتأكد نشوف العلامة المائية الجديدة ظهرت او لا. اه دي زي ما انت شايفين اه دي العلامة المائية اللي لسه عاملنها. زي ما انت شايفين عملنا علامة مائية في اقل من خمس دقايق بطريقة ساحلة جميلة وشكل جميل. تقدر طبعا تستخدم ابتكارك وطريقتك انت الشخصية في ان انت تعمل علامة مائية جميلة تناسب قناتك. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة. وما تبخلوش على قناتنا قناة الادعوة التميز. ابجع واستمتع بلايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله.